القمة الطريقة لمشارس الشورى والبرلمانات العربية والتي تميزت بمشاركة وفد كويتي رافيع المستوى لمجلس الأمة برئاسة مرزوق علي الغانم دعت في بيانها الختامي للرفض المطلق لأي مساس بالمكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس واستنكرت القرار الأمريكي القاد باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل الوفد الكويتي قدم ورقة عمل لتكون ورقة عملية تتبعها جراءات واقعية نستطيع من خلالها التحرك في المنتديات الدولية كالاتحاد البرلماني الدولي وتم أيضا الاتفاق في الاجتماع المغلق على آليات معينة لتحقيق أهداف وفق اللوائح والنظم الأساسية للاتحاد البرلماني الدولي المجتمعون في طريق هذه القمة الطريقة أعلن سحب الرعاية من الولايات المتحدة الأمريكية كراعية للسلام وذلك لخروجها الصريح عن الشرعية والقانون الدوليين تفق الجميع على أن يخرج البيان بمواقف تعبر عن ضمائر الشعوب العربية التي نمثلها كبرلمانيون وأيضا نشكر مواقف القادة في القمة الإسلامية يوم أمس في تركيا هذا وكان وفد مجلس الأمة برئاسة مرزوق علي الغانم قد أجرى سلسلة من المباحثات مع الوفود البرلمانية المشاركة في هذه القمة مباحثات ساهمت في بلورة موقف عربي موحد تجاه التطورات الخطيرة بفلسطين مشاركة مهمة وفعالة إذن لوفد مجلس الأمة الكويتي ضمن أعمال القمة الطريقة لمجالس الشهر والبرلمانات العربية والتي تعكس الحرص الكبير لدولة الكويت من أجل دعم القضية الفلسطينية والقدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين كريم الخرقوني تلفزيون دولة الكويت الرباط